أخيتي المغربية السلام عليكم أخيتي المغاربية السلام عليكم سبارك الله عليكم جميعا ولقاء سعيد وفرصة سعيدة للقاء بكم وتحدثتوا اليكم في البداية نسمع عندي تعليقات الخاوية ما عندي ما نعمل بها تعليقات الخاوية اعلى شعر عنده اعلى منظر عنده اعلى عالم معلاق اعلى سطاع عنده تجد ان يعلق التعليقات يمشي بحاله ويأت المسألن غريب يأت المسأل من جميلة لا تتلعب لا تتلعب اتتفرغ شيئا أخرى على أعلى كيف يحب لم نكن هذا الأمر كيف يحب ماهو الملح هذا العالم يا صاحب هذا العالم لشمال افريقية التاريخي هذا العالم لم يكن لديه علاقة ماذا انا ايد او ما ايدي ماذا انا ضد او معه ماذا يبقى يدخل لك في المسارن لماذا معلق نومي دياك يسميها لماذا معلق هذه البنديره واحد كتبلي عليا معلق فرشيطة واحد كتبلي عليا معلق العالم المثلية الجنسية هذا العالم المثلية الحضارة الامازيغية التي كانت في الشمال افريقيا قبل دخول الويندان والبيزنطيين والرومان والاغريق والقريش ماذا تبقى التاريخي صعب نحن نعلمها لان انتماء ينتمي الى هذه الحضارة الجدور أن الشمال الامازيغية ماذا نحن؟ حيث تكون خرم اقصدك حيث تحدث او تعليقات يجب ان يكون لاحقاً ويريد مؤرخ واعي وفهم غير الأفضل الأغلبية أتواصل الحديث من تعليقات كيف يجب النظر كيف يجب ان تلقى هذا الأفضل مع حركة انفصالية هذا المكان معينا هذا الفكرة لا سيد الله أنا ضد حركة انفصالية لنفسي منطقة شمال أفريقيا لا أستثناء الشعب الصحراوي لا أسمى انفصالي هذا الشعب يدافع على حقه نعم إذا كانوا انفصاليين يريدون أن يفصلوا على الدولة الفاسدة أصلاً لا يوجد مهامات لن يفصل على هذه الدولة هذه المقزن هذا هذا والمهم قمت بشيء أوراق هنا وبعدها سأبدأ في طرح مناظرتي الأسبوعية نعم الذي أثار انتباهي هذا الأسبوع هذا النهار بالضبط هذا الخبر الجميل جداً كما تعرف أخوتي هذا المغرب يدين إحرق السلطات الألمانية جثة مغربي في فرانكفورت سأبدأ بالضبط الجميل جداً للضبط لذلك والدن سأبدأ بالضبط ويمكن ما لديك الكثير من الناس يتفضل أن تتحرقها لا يتفن هذه سألت مسألة عادية مثل ما هو؟ ومشأة عادية مسألة عادية يقول لك أنا وأخمت دائما وإنما ت LY بعض وإنما يكون أمن بأن هناك حياة بعد الموت وإنما تكون أمن بالبرزخ وحساب والعقاب ولكن أفضل من الموت أن يأحرقوني لتجعل التواسع الأعباد لله هذه الفلسفة ليست كل شيء الذي يريد أن تحرق أن يكون إنسان عدمي أو لا يؤمن لا لا معناها نقول لكم سنية هنا النقصات التي عملت معك التي يفضلون أن يتحرقون أغلبهم يؤمنون بالله ويؤمنون في يوم البعث ولكن المنترقهم يقولون أن الأرض قليلة ومن أحسن أن يتحرقون أحسن أن يؤمنون لكن إنساني في التفكير في الفلسفة ليس بحال كالحال الرأس كالحال الرأس يريد أن يسير يريد أن يسير وهو على قيد الحياة و يريد أن يسير ويسيرون إلى أينه هو الفقر والعجزة التي تقوم بها والدقة والتجوتس المهم يسمع قال لك المغرب يودين وإحرق السلطات الأرمانية جدت مغربية في فرانكفورت قرأ لكم سويس أموسد الدعك أخوتي والله العاد وأخيرا الدولة المغربية المخزنية بدأت تعتبر شيئا اسم المواطن المغربي في الخارج نعم اعتبرت السلطات المغربية أمس الجمعة إقدام السلطات الألمانية على إحراق جتة مواطن مغربي سابقة من نوعها وانتهاكا سافرة أعلى تفل المغربية المتشردين في العالم بلا مأوى بلا كواغط بلا أولوان وكيكلوا الدق أسمن في العالم أخوتي خلينا من العالم وعرفتي شنو كان كيوقع في الحدود ما يسمى الحدود سبتة وباقي المغرب وامليليا وباقي المغرب كتعرف المغرب كانوا كيكلوا الدق والتشطيس على مرأة ومسمع ما يسمى الأجهزة الأمنية والعسكرية والقوات المغربية على مرأة ومسمع من هؤلاء كلها والسبانيول والسبانيول كي تطوف المرأة المغربية في عمره 60 سنة 70 سنة 80 سنة كي تطوف الرجل في عمره 20 سنة 50 سنة 80 سنة عندهم ومشاشة لها لها و werische لها وكيف الديوانة والدارأة والسيمية hijo هذه الوقفة سأعرفهم من أن previously هناك شكرا هذا الوقف هذا التباة للغولة بشخص إنهم ذلك يمنظروا أنتُطل finely ههههههههههههههههههههههههههههه! ما هي ما لا تفسبه سوف تلتشعر بالدقم يا أخي سوف ترى بذلك القوات يعني الامنية والوكتردون والجادرون الدارة والسي ملكي يقفون ذلك سوف ترى بأمرن كهاربان ينظرون بالعادة ومي ! مرة أخرى المرحلة التاريخية تقصدي ان يقفوا تلك الوقفة وقفوا لكم ذلك في عيني أحياننا كانت تفكير بلاد حتى الخوفة والجوبة أعطى الله هذا العين ونعود هذه النقطة ثم سنعود إلى النقطة الأولى !". اهيييي ايهيييييييييي ه rul music ما اسمه يان Jennie اه قصير كوب جاء ذلك البيان للقنصلية المغربية في فرانكفورت وذلك بعد أيام من تداول نشاطاء وأعضاء بالجلية المغربية خبراً أفاد بإحرق ألمانيا جدت مغربية ألمانيا حرقت مغربية ما الفكرة التي يريد أن يعطيها للدمادم الذي لدينا في المغرب ألمانيا لم يتدلم قبل أن تحرق في المغرب هذا هو المخزان العيشة لديه وفمتي ليس وسيلة فقط وطحنهم وصحقهم ويزيد يستغلهم ويستعملهم ويضبهم هناك مشاكل دبلوماسية بين المغرب وألمانيا هناك مشاكل عويصة وكبيرة بين الدول الأوروبية بين مجموعة الإتحاد الأوروبي بين الدول فاعلة في الإتحاد الأوروبي والمخزن هناك مشاكل كبيرة أخوتي دعونا نرى ما يقول لكم هذه الأشياء التي لا يعرفون دائما نجدها الذي يبدو أن يقول لكم مملكتنا الشريفة أو سيدنا ننتصر على ألمانيا دعونا نرى هذه الخرافة أخوتي لا لا يمكن أن يزير يزير النظام المخزني يبدو أن يضروا فيه قليلا يمكن أن يزيروا قليلا يمكن أن يكون لديهم حقهم في الكعكة لأن هذا المخزن يفرق المغرب على العالم على قوى العالمية يفرق كعكة الشعب المغربي عليها لكي يضمان بقائه هذا التصور بالسerel فهذا التصورU عليه أن يضمن ويضمان وزمر شعبه آل أو الوضع على قوى العالمية وعلى كل ملت WAY الشعب العاش ومغرب مضخم ونريد فتنة وقال مخصص ما علينا وانا قلت لك حتى القز جزائر سدسة روميني المغرب اكتشف حق القز قلت لك شركة بريطانية تكتشف الغاز هذا وهذا القز اختي هذا القزة التي سيكتشف في المغرب او الذي اكتشف في المغرب سوف نسذب الى المغرب ثم سوف يackفه سوف يدعون المغرب سوف يدعون المغرب ما في المغرب والله العادم الكز هو المغرب ولكن يدعون البريطانيا سوف يدعوني الإيضاء و겠تشف و سوف يبدأ كبير Load gaza في الesenترنت قام بوصول وتمع لديكم في أيام القيد بإعلم بها إلا ربي و توقفوا تحكيل ما شخص اه مزيح مناسبة الحليطة الراوات الشعوب العربية والإسلامية البترول الهجاز الطاقة البشرية والحكام يستغلوها من أجل بقاء عروشهم ترى الخالج مثلا يقول لهم ترمب سعودية ستعطي 700 مليار دولار الإمارات ستعطي 400 مليار دولار الكويت المغرب وكذلك يتعطي أما عندما يفكرون يقولون نستغلو هذه التراوات التي لدينا وستثمرو في البلدان دينا ونقدموها ونشبع الشعب دينا يشبع ويتنفخوه الحنك ويتنفخوه المخ ويبقى يختارع ويبتكر لا لا يفكرون هذا حكام العربي يفكرون فقط في عراشيهم في مناصبهم في كراسيهم والشعوب تصفق 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 وستبقى تصفق دون أن تلحق شيئا نعم المهم كما قلنا لكم أسيدي المشكلة الألمانيا والمغرب والمشكلة الدول الفاعلة ودول قوية في الشيحة الأوروبية نعم عندهم مشكلة عويصة ومشاكل عويصة مع المخزن نعم ولكن هو المخزن أنتم أقول لكم المخزن يلعب اللعبة ديالو كل واحد يلعب فيه لاعبه لاعبهم بأجنب ولكن هل نعم لدينا لعب اللعبة ديالو اللعبة ديالو هي هذه المخزن لكم يدبر على هذا ومع هذا وكذا الشعب عجبه الحال الشعب النقطة الأساسية في الموضوع الشعب والشعب عجبوا الحال الشعب قال لك الماء الغمه تزوله الغمه لا 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 تكتاب يقول الخبز الغمه تزوله الغمه أقل معك في الغمه ومي زوله الغمه تشعر بلادك تشعر بريطانيا والمهم دعونا من الغماء والماء سنرى هذا نكمل الخبر هذا المغربي وقال البيان ان ذلك تم دون اشعار القنصرية بخبر الوفاة حرق الجد ودون البحث عن عائلته المقيمة في فرانكفورت وذلك خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هذه الحالة واضف البيان ان اختك تك 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 وأوضحت القنصرية ان الاجراء ان الاجراءة الذي اقدمت عليه السلوطة الالمانية يعد صافقة من نوعها وانتهاكا سافرا لاجراءات المعمول بها اشوف اخوتيش ان تكونوا في لديكم ان تكونوا في ولديكم جيدا جيدا اشهاء اخر 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 واحد انظروا اللعبة لا اتكلم عن هذه السلام انا معروف القضية كم من بيكم تعرفون الحقائق نعم مخزن مكيدها في الشعب ماذا عن المغربية تقتل ماذا عن المغربية تقتل ماذا عن كويتي اغتصب مغربية في عمره ثلاث سنين او اربعة سنين و انه حكمت عليه بباراء انه حكمت على كويت انه حكمت على مغربية انه حكمت على مغربية انه حكمت على مغربية شخص ادخل في عمره و لو ادخل احد مغربية انا فيديو مهم او المحكمة ادانت على مثل تلك المغربية التي تفرس بجد الإخلاق لها اتخلص اه اخر اخر شيء انت أيها المواطن المغربي لا تضوخك مثل هذه المقالات في أخبارنا وهي سبريس وهي بابريس لو كنت أنت مهم عند الدولة ديالك شتانة وشتان كنت قادي تكون عايش مزيان على سك الدولة ديالك غنية تبارك الله من أغنى دول العالم المغرب مغربنا الحبيب من أغنى دول العالم من أغنى الأراضي في العالم الخبراء الاقتصاديون يقولون هذا الشيء الخبراء الاقتصاديون يقولون بأن الخيرات الموجودة داخل المغرب سواء فوق الأرض أو لتحت الأرض ذيك شيء لا يصدق ذيك شيء كثير جدا ذيك شيء يقدر إفريقيا كاملة شعوب إفريقيا كاملة في الوقت اللي نحن نشوفه في المغرب 80% ما جبرى متاكل نعم يعني الدولة كتهرف كتسراق الدولة تسرق وتجوع الشعب قضية تجويع الشعب أخوتي قضية تجويع الشعب المغربي هذه دخلة دخلة في المخطط ديال المخزن من أجل البقاء المخزن كي عرف هاتش هذا كي عرف أن بقاءه مرهون بتجويع الشعب المغربي وإدلاله أنا قل لكم حسن ثاني كان يخطب عليكم وقل لكم قل لكم جوع كلبك يتبعك آه وصف الشعب دياله بالكلب قل له جوع كلبك يتبعك فإنها لفلسفة عميقة وواضحة ها 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 أنتوا مكتفوا المغربي نسكين مهيب خوفا مهيب مخلوع لان لأن سافي دخلولوا ديكشي في المصار دياله في العقل الباطني دياله الفق والجوع والخوف الرعب لكي يصمرهم في بقائهم لابد أن تبقى حالتك مجرية أيها الإنسان المغربي كما هو الأمر الآن نعم مهم هذه مسائل فلسفية وإنتروبولوجية ومفاهيم عمالاتي عاشق مهم نحن 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 وأضاف البيان أن وأضحة القنصولية فيما أكدت أن المالية المرامة تتكمل مسؤولية أنا من القرية بداية الشهادة أنا من قرية التعليقات للعيشة فيما يتكلمون سوف يتدحك الله العادي التعليقات للعيشة والبوليس يعلقوا على هذا المقال هذا وكي يدوروا في ألمانيا ألمانيا الدولة الكافرة الدولة الكافرة لا بد لمخزننا لا بد لملاكنا لملاكنا أن يقود حربا ضد ألمانيا هذه الدولة لا يجوز للمغرب أن يربط معها علاقة ولو كان سيخسر الكثير ألمانيا معروفة بعدائها للمغرب أداء المغرب والعالم بأسره كيكره المغربة ليس غير ألمانيا والله العادي ما أخوتي كان أدر معكم الصراحة خيركم من أهدأ إلي عيوبي العالم بأسره يجعك يحمل واحد البغد تجاه الإنسان المغربي وتجاه كل ما هو مغربي نعم من اللي يسمعوا المغربة بنادب كيعملها تجاه ؟ المغربي لا تكون رجال لديك قيمة ولكن الآخر يحترمك في قراراتي نفسه يحتقرك لأنك أنت مغرابي أنت تنتمي الوحد الأمة معروفة في العالم بأنها مدلولة متقنين على الأرض والسلام وقوموا بأسفار وقوموا بمتقنين على الأرض والله إذا كانت جنابك متقنين على الأرض ماذا يبدو الله؟ بلد عمراء بخيارات والشعب بلد كامل بغيرية كيف تفكر في الحرق ما هو هذا الذي تفكر في عوت بلاده؟ لا سوريا حين الأخير سنة دمر الشامين وعدك وصلوا الخمسة المليون ديال اللاجئ نحن المغرب هذه 40 سنة و نحن رقم العشرين لاجئ خارج المغرب لا يمكننا وفكاري ويوصل من خطر في وحد ذلك بحضور مضاق ونحن نقول بعض خطرة لا يهموني لا من قريب ولا من بعض وقطع سياحي في مدينة طنجة نعم الناس متضررين مزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى لا نحن نفسك أنتم محفوكم لأنتم لا تحرسكم البذر الى المنطقة تقوم بعمل تصويره ماذا لا ينقلون لك تصويره يقولك كيف تشكي تصويره تصويره يشكي اه 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 تلت صور مكنت البذر مكنت كفت جلده لم تتلع شيء وعاش المالي وحف يماك بقامت جع الى الابد ونسع 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 كيف حالك؟ واذا ما هم يأتي لكم يقولون لكم على قد تصويرها تنشي عند القزار مع القد تصوير المالي تنشي عند الحداد تنشي عند بيات مع القد تصوير المالي لا يوجد بيات لا يوجد بيات تقولون لكم هذا البيات هذا البيات الصبغ لا يوجد تصوير المالي القهوة مع القد تصويرها القزار مع القد تصويرها حسن الثاني وشاب الحجل لا يوجد حل لا يوجد حل لا يوجد حل احسن الثاني احسن الثاني احسن الثاني وشاب الحديث ما يوجد تصوير سيعلق هذا الخرافة كنت سمعت في المغرب وكما لا يحرق كنت سمعت الخرافة كانوا يقولون قد تصوير احسن الثاني وشاب الحجل القهوة مع القد تصوير الحسن الثاني يشرب قد تصوير وكما سيعلق وكما سيعلق احسن الثاني والشعب المغربي يكون دقم سكين وعرف بان التواغيتك تحكمو ولكن ساكت وصابر كل شيء يقول سكوت 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 متهدر وشكل ما تريدون تريدون الحيوانات تريدون الحياة تريدون الحياة احسن الثاني احسن الثاني احسن الثاني احسن الثاني لا حول ولا قوة او الله ما عولتش على رأسكم كما تفعل الشعوب كلها اه الشعوب في العالم بأسره منذ ان رصت سفينة نوح على الجود الى ان يريت الله الارض ومن عليها هذا قموس الله لا يتغير هذا قانون الدنيا قانون التاريخ قانون الديالكتيك الشعوب الذين تريدون الظروف تنوضه تؤدي التمن لا يوجد قلسة متواكلة وخوفانة لماذا لا يريد أن تصل لا تلعشي لا تلعشي اه اذا تخدم العقل احسن الثاني احسن الثاني لا تلعشي تقومك احسن الثاني تقومكا يشعرون في الفقر وتموت اه يمال الحديد احسن الثاني احسن الثاني احسن الثاني لا تستطيع الناس من الغاز المغربي الرباط تكشفه عن موعد يبدأ الانتج من حقل انشوا حقل الجبر في حتى العريش في منطقة الكسوس هي هذه المعاملة عندي يا أخوتي يجبرون الغاز يجبرون بيترون يجبرون الديامان يجبرون ما يجبرون في المغرب والله لا يصل لكم والله يأموك لو صلكها لا يصل لها والله لا تشتري شيء أيها المواطن الجائح هذه الديامنا عندي ماذا؟ لو كانوا هذا الناس الذين يحكموا فيهم الخير لا كانوا الفلوس بالفوسفات سبارك الله المغرب أول مصدر للفوسفات في العالم والفوسفات هو المادة التي تضمن الأمن الغيدائي في العالم نعم كانوا بعدها يبنيوا لكم مستشفايات فين تعالجوا المداريس فين يقرأ ولادكم يساوبوا لكم طرقا ونقرأوا لكم الخلصة في الشهر تشبروا واحد خمسمائة درهم أو لألف درهم أو لألف وخمسمائة درهم في البلاد من اللي بيطالي نعمل لكم طرقان يعمل لكم اسبيتارات يعمل لكم مرافقة حيوية كما تكون معوطة غير نعمل Wealth لا تتكلم مرافقة حيوية المسؤولين في المغرب أخوتي أحوالك المسؤولين في المغرب كم مرافقة حيوية يجب أن تفعل أحساب 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 طيارة تتعالج الدين الفرنسي أو ألمانيا أو أمريكا لا يوجد أي شيء المغربي يتعالج في المستشفى المغربية أو في المستشفى داخل الزريبة إذا كانت خاصة إذا كانت عمّة هذا يجعلها لكم أنتم الشعب أنتم هذه العيش أنتم الذين يدخلون القرطب للدن الأصدام كنت على أن نفايل الله يستكلم ندخلوا دابا للمهزة هذا المنافق الأشير عبدالله بن كيرام هذا المنافق الأشير هذا اللي عمل فيها رئيس حكومة كان عمل فيها رئيس حكومة إسلامية ونائب عام أو مدير العام أو الأمين العام ما أمين من الرحل ما يسمى حزب إسلامي هذا المنافق الأشير يقول له أخوتي يقول له نحن ضد التطبيع سمعوا سمعوا أني فقد عبدالله بن كيران هذا اللي انتم مسميناه إسلامي يقول له نحن ضد التطبيع وموقفونا من التطبيع واضح مع شنو يقصد موقفونا موقفونا دكنون الجماعة مع شنو يقصد بها وش الإخوة المسلمين مهم وفي نفس الوقت يقول لك نحن نعارض قرار الدولة يعني هو لا يعارض قرار المخزن التطبيع المخزن طبع هو ما كيعارتي هو يزكي هذه الخطوة بالنسبة للمخزن كي يقول لك نعم هو مع هذه الخطوة بالحق هو ضد التطبيع الشي لا الشي لا فلسافة عنده من نساده ها علش كنقوله لكم ما يسمى الأحزاب الدينية في الوطن العربي يرى ما عندحتها دخلة في الدين أخوتي ما عندحتها دخلة في الإسلام الدين بالنسبة له مطية من أجل الوصول إلى الأغراض الذاتية والشخصية ديالهم فهمتك يعني الدين بالنسبة لهم هو هذا يريدون الدنيا بالدين يريدون الدنيا بالدين فهمتك أما الدين بارئ منهم فهمتك ما عندهم شي الوضوح فهمتك ده مملكة نشوفوا الأحزاب الإسلامية مثلا أو القوى الإسلامية في الدول الإسلامية الحقيقية عندها مواقف ديالها تابتة واضحة وضوح الشمس فهمتك نحن هاكي فش الرأي ديالنا في القضية الرأي ديالنا في القضية ماشي بحال دولي عنا في المغرب هدو أينما تميلوا كفة السلطان فهم معاها فهمتك ما الرحل يجي يديهم والرحل يجي يديهم بمعنى الرحل يجي مع المصالح ديالهم كي يديهم المصالح الداتية فهمتك المصالح ديالنا في القضية بعد ذلك أخرج كي يقول الشعب المغربين هم وكي يدار ذلك الطريقة كيف يحرك يدوك كيف يحرك وجهوك كيف يحرك يدوك كيف تعمل ذلك اللعبة أقول لي مادام أقول لي بمعنى احتراماتنا لكل مهن ويصحب كل المهن ولكن كدت نوضح لكم المسائل بس تفهموا السيد برجةء اشير عشرين سنة وفي القضية ما يسمى برلما في المغرب وعشرين سنوكية كل أموال الشعب المغربي والرع شي ثلاثة أربعة المليون في الشهر زيد عليها أربعة سنين هذي اللي كان فيها الرابع شي خمسة ألف شي سبعة ألف 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 شهر تنصد مليون سنتيم زيد في الأخير قال لك سيدنا أعطاني التقاعد سيدنا أعطاني التقاعد سيدنا أقول له هو الخيزانة على الدولة قال لك تقاعد استثنائي لرجل استثنائي تقاعد استثنائي لرجل استثنائي حقا إنه رجل استثنائي إنه منافق أشهر نعم هو الذي أوقف عجلة التغيير في المغرب نعم هو أخرج وبدأ اليوم فهمتني أم لا سيدنا تحكم أنا تنعون سيدنا وفهمتني سيدنا يقول إنه لا يعلم عن شيء وخي كلنا يجب من القصر يترك السلطة وكذلك أصبحوا سيدنا وكذلك كيف يفعلون على الشعب وعا طريقها يجب أن يصدهم يجب أن يصدهم يجب أن يصدهم يجب أن يصدهم منذ أصبح وعندما يصدهم في حالة أن يصدهم وإنهار شيء وإنهار شيء كلهم يخدمون منظومة الفساد كلهم يسمى الأحزاب كل شيء يخدم البعبل يخدم المركز مركز الوجود العياشة والعبيد والدل والمهانة والزريبة لا تتكلم قالت لي أخبرتني قلت لكم ساكت قلت لكم قلت لكم سيدنا ساكت الخبار ساكت الخبار من كرة رئيس الحكومة لم يكن لديه الفلوس ساكت الخبار ساكت الخبار ساكت الخبار لم يكن لهم و أنت كنت لهم لا هل كنت تحرك كيف تحرك كيف تفعل العين كيف تفعل الهدات أغلالياته لا يستمر أغلال الهدات يجب أن يتقوا بهذا القدوب بهذا الخريب إخوتي السيدة كان في هذا الوقت رئيس حكومة أهذا كل ما في جعبتك أيها الشعب المغربي بحال هادو بحال هادو يحكموا بحال هادو يكونوا على رأس الحكومات في أوطانكم وكتقولوا يجب أن يصنعوا نوبر لا يصنعوا طيارة لا يصنعوا صاروخ لا يصنعوا يورانيون لا يصنعوا ضرر لا يصنعوا هذا لكنني ظطوا بحيث اللعنها سنقل من قامة لديهم أيام ما teachers بحاله في راز الاضطنة او بلايا من التفرج بنفس الكلام كثيرا ومع صاحبه ما دم تقول لها ما دم تقول لله ما دم تقول لها لا تكتب لها صبري صبري أصبر 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 سنجل ننطب هذا قابل سوف نرى سوف أترى الحلقة هذه المنافرة كان الرئيس للحكومة ما هو الميستر الذي ستصل إلى الدم كما أنه يزاهدون في الدنيا ومعرضون عنها ومتاقلة ومعندك شيء فلوس وفقر رجل مسكين أنا مسكين يا بنت الناس أنا فقر ودراهم يومي معدود ديك السعية ودك الطلبة مغربة معروفة بالسعية وبالطلبة ديالهم يا أخوتي شناد قضية هذا شناد اللعب بعد ذهاد بنكيرها شناد الساسة ما يسمى الساسة عندكم ما هذه الوجوه ما هذه الطريقة التي يتكلمون بها ما هذا المنطق ما هذا الحراء ما هذا الساسة ما هذا كل ما يقول كلها ما عندي شي قطعت لها قطعت لها قلت براية ثلاثة أيام ربعيين ما هذا الخرف وماذا؟ إلى أين تريد أن تستطيع ما ستكون في المغرب الذي يصدقه حسن شخصية بحاله باقي عندكم في الزريبا من يعشقون أن يسمعون لهذا الخرف يعني كوالث أخو دي كوالث الناس مبقى تحسم أخوصي والله ما بقوا يحشموا يعني يتمدوا بزاف الطغيان و يتمدوا بزاف الدجل و في الكدوب و في الخرافة و في التخربق و في الخوال الخاوي و في اللمس أوليات تتمدوا كثيرا و كأن الشعب ميت و كأن الشعب لا يوجد أولا هذا الضبع تحياتنا و بعد خطنا في تيتوان و لكننا كنت تريد و كنت تحكم مع بعطيتنا بهذه الطريقة نحن الناس ديالتانجا يقولون الناس ديالتانجا الحبيبة يقولون بزعاوة و مهم بزعاوة هذا الضبع ما يسمى رئيس ما يسمى البرلمان المغربي هذا الضبع الطالبي العالمي هذا الضبع المجرم الصارق ماذا يقولون يخطب عليهم و تفلسف و يعملهم اللعبة اللي يدين هناك لقاء هنا يجمع مع ذلك مورو ما يسمى اللجنة تخربق الحزب العبيد و يقولون الأحرار من قنصرفق حزب الأحرار بالزفع لأمكم تكونوا أحرار ما علينا يقولون كورونا ميكرون في شهر ما سيبقى هذا هذا لا يبقى هذا الهدرة منظمة الصحة العالمية الدولية لا تقولون منظمة الصحة العالمية اللي عند المستشارون دياله والأعضاء دياله كم من بروفيسيوران كم من بروفيسيورات كم من أساتدة كم من بروفيسور جمع بروفيسور شنه هو بروفيسور بروفيسورات كم من بهم أطباء و مختصين في الجراتم و في الميكروبات و في العدوة و ما قالوش بأن كورونا سيتوقف شهر أربعة ولا هاد ميكرو اللي جبرو ولا تتخريقوا للدلطة و خارج هاد هاد اعتني الله ح identifying ش nearly 4 م ingredient و المغرب أو المغرب كشهر بهذه السلحة قضية أو الواصمة والأكبر こうresť فالسفة الصوفية قضيت كيف سوف يخرج بعد كورونا يخرج مصنف من الدول العظمى في العالم هيا فهنا دائما فهنا نخلق لا تتكلم دول العظمى اقلب مغرب ستسرح من كورونا مصنف من الدول العظمى مغرب مصنف من الدول العظمى ذلك هذا المسيطة التي لديكم في مارويكوس هذا الشيء الذي لديكم في المارويكوز في هذا العالم الثالث ستبقى تنتميوله في مئاتين في مئاتين في المستقبل القريب ستبقى تنتميول العالم الرابع لكن ليس عالم رابع قال لكم الدول العظمى المغرب ستدخل مع الدول في مصف الدول العظمى بالصرقة بالهريث بالمحسوبية بالرشوة بالزروطة بالقرعة بالدق بالغتيالات بالاعتقالات بالتروطة الشعب كيف ستدخل مع الدول العظمى نقذ 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 زريب الدول العظمى وكتقول ابو جاك حمال وخارج هذا فوسط البيبال كذا لقد تمادوا كثيرا ما هو وقع لهذا الشعب ما هو وقع له ما هو وقع لكم المغربة في المغربة حتى لهذا الدرجة المسؤولين كي كدبوا عليكم هيدا بالعلالة وكتمادروا ما هو مكيفين ما هو مكيفين ما هو شربين ما هو شربين ما هو تخربين هم السيد هارف هاد خانة اللي كان هدر لكم على الدابة قال لك سيدي هارف سميتين دم مليار سميتين دم مليار ما هو قالوا لورزع قالوا له أنا سافي كليت الله يجعل باركة وعندي شكون يحميني سيلا بلاد عايشين في انتما غابة 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 كلابها ديابة نزلين في النس هم وحد مكينة وحد مكينة وحد مكينة كي يبريباري وهذا با كتعرف أخوتي غادي تبقى تطحن في الشعوب طحنا طحنا مدوية صافي صافي مبقاش ده باديك الطحن ديالة التانا تيوافق مجلس الأمن الدولي هادك نشعلو ميتشهنة هاد تحارب هاد بلاد مع هاد بلاد هادك قال لك ومزة وحد مكينة سبيسيالة آلة طحن البشرية وغادي بدو بديك الشعوب المتأكلة و بديك الشعوب الغافلة و بديك الشعوب اللي لا تبالي غادي بقويت تحنو فيكم مقاش ديالة قضية تتحن بعشرة ومياه لا لا تتعدى الملايين ملايين ببشر كتتتحن في نهر واحد في ساعة واحدة في شهر واحدة بقوغالسين عسين كتتمندرو كتتمندرو كتتنو ويعطيوكم الحقوق ديالكم هادو اللي حاكمينكم هادو مكتوفوا العربون هادو 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 الدخين هذا كيف من وزر عند باباكم مهم تعيد منتقنات الشفرة هذا البشرية كان يحسب في برلامان مر اخرى كان يحسب ونقل مباشر أعطي نقلنا في تلفزيون الزريبة نعم كيف يحسب قلو ميتين وخمسين كذا معه اه مع القرار الدائر وزعمالي هناك أحد قلو قلو رأس كذا قلو رأس ما وصله يحتل مياد بشر في القاعة كيف سميتين وخمسين نعم كيف سميتين بتي هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها أكبر لما لا يوجد مياد الناس هو قلو ميتين وخمسين صوتت بنا عم له زعمالي له وشي قرار الدائر دائر دائرة نعم وقال له هناك نقص 30 ميتين وثلاثين تسافي تسافي أعني وزعريبة لأن شعب لا يبالي لا يبالي ستكون تقلق تقلق هناك شيء آخر هذه الفكرة ما يبالي ما يحوي ما يبالي ما يريد عام طويل على الدنيا هذه النظرية تسحق و تسحق و تتحن و لا تتعطي شي نتيجة إيجابية و قلت لكم 7000 دم مرة سيادة الشعوب هذي اللي نعيشون معها هنا اللي انتم ما تتمنى و تغمروا و تقطعوا المحيطات والبيحر بس وصلوا لها كانوا عايشين بحالكم و اكتار منكم الزروات والقرعة والدق والمقدم والقايد بحالكم و اكتار منكم فلكن في حال الوقت طلعوا من ذلك الشيء هنا و نادوا و ضحوا دحوا و قسلوا و بعطيتهم قسل فيها قسل فيكس تعوطت البلد تقدت مزيح ده بالقانون يا سود مكينش شي واحد فوق القانون نكزيس طبا القانون فوق الجامع القانون فوق الجامع انتم تعيشون في اوطان اسيادكم هم القانون ما عندكمش القانون عندكم اسياد و هم القانون هم الذين يحكمونكم و يحكمونكم هم لا يتحكمون و لا يسألون لا يسألون عما يفعلون و كأنهم آلهة و طبعا انهم آلهة في نظر العبيد في نظر العياشة نعم العياشة يعتقدون بأن حاكمهم اله نعم يبجلونه يقدسونه يركعون له في العلن نعم كل شيء يحصل يتسابقون يهرولون لتقبيل يده و كده و أخته و عمه و عبيد دولة العبيد و الأقنان ما هذا الانحطات الذي وصلتم إليه و أنتم لتشعرون و المهم أنا صفي لقد بلغ سيله الزوبة منافق الأشير و هناك منافق الأشير و هناك منافق الأشير حتى هو صفر في اللحية و كل رائع و قندرة و سبحث عن رائع كان منافق الأشير يعمل قلت لي المادة قلت لي المادة قلت لي هذي مشي تبقى على رأسي يا مالدك ها انا قلت بعلمك انا ما كيمتل هذا من هذا ماله على ما كيمتل هذا الانسان وش في المغرب بقليك يسمعها وكيتبعها وكيتبعها ما استعان تكون في ذلك الرأس اولاد الطالبي لهذا انا رزعت عودين التكرار يعلموا الحمار انا رزعت عودين التكرار انا رزعت عودين التكرار قلت لي المغرب سوف يخرج من جائحة كورونا سوف تفكروا كيف هااااا انا متفائل جدا انا متفائل ودكي ومطور وبروفيسور ووزير سوف تعرفوا كيف سوف يخرج المغرب من كورونا سوف يخرج طب طب ونحن تكون في الدول في الدول العظمى سوف يتقضع مع الصين وامريكان وألمانيا وروسيا سوف يتقضع معها ونحن تشاهد أخي تظهري ونحن ننظر في الأخرى مرحبا على من تتلو زبرك يا داود الشعب قابل الحالة وبغي الحالة الناس ديور كتريب عليهم وما يقولوا عايش المالي الناس مواكلين وما شربين ويقول لك ما بغي نافتنا الناس مطحونين ويقول لك احنا عايشين بسلام وبخير وملادنا زوينا من اين تنتظرونا ان يأتي التغيير التغيير لا يأتي من الفراغ قلنا لكم سبعة لفظ النوبة التغيير لا يأتي بالجلوس في المقاهي التغيير خصو العمل خصو العمل من هذا يخرج يعبر يهدر على رأسه من هذا يحاول يقتل الخوف الذي زرعته الدولة في كيانه ذيك الخوف أخاي هذاك وهم يزرعه لك في عقلك وكي يخليه محبوسا ومكبلا به هذاك وهم وهم تفكر الله سبحانه وتعالى تفكر جلال الله وعظمته تأمل في الونيفيرسن في الكون والعظمات ياله وتأمل في الآيات وتأمل في يوم البرزخ ويوم الحساب والدنيا وتأمل في هذه الأشياء الكبرى باش يقيف لك هذا التواغي صغار قدام عينك فهانت كيف عشيه كما قال الإمام علي عليه السلام كبر الله في أعينهم فصغر مدونه كبر الله في أعينهم فصغر مدونه وهذه هي الطريقة التي ستجعكم بس تخرجوا تهضروا تتكلموا وشي مكمشين قال لك الذي خاف نجا ماش نجا انتم ما نجيتوا انتم ما كتحسوا برأسكم نجيتوا دبعا ها كتحسوا برأسكم نجيتوا ها نجيتوا وسبتا حلتا حلتا من سبتا حلت البوليس دي المغرب حيدوم ديوانا اربع ساعة المغرب كامل نقذ على السلك تسبتا هذا كتتمي ناجات انتا ها نجيتوا دب انتما فتياتكم كلهم يضربون الشيشة وينتظرون السائح الخليجي وكتتمي رأسكم ان نجيتوا شمين نجيتوا شمين نجيتوا قال لك اللي خاف نجا او ما نجيتوا والو الشيطان يعيدكم النجا اما انتم نستم ناجون انتم تعيشون في الوهن وفي الغضب الالهي وفي المهانة وفي الدل وفي ضربة عليهم الدل والمسكنة هذه وضعيتكم الحقيقية ولا خروج لكم من هذا الوضع سوى ان تغيروا منهاج تفكيركم ونظرتكم للحياة وطريقة تعاملكم مع الاحداث رأى احداث كونية تحدث اليوم اخوتي احداث كونية العالم باسره يتغير ويتبدل جغرافية الارض البشر فوق الارض يتغير ويتبدل وانتم ما باقي ما بقيتوا باقي فرحان يمرسكم قال سلك فريوس الحومة هيدا كيتمندر ونعدم اخي كالس كيتمندر كالس كيتمندر كيتمندر عدع 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 مشا نهار مشا سيمانا مشا شهار مشا عدع مشا دحياته وباقي كالس كيتمندر سلام حياته سلام عليكم سلام عليكم